دام الحجة صار طق بطق البارحة عندنا رجال يجب أن تكتب أسماعهم بحروف من ذهب وأن نخلي لهم تماثيل في متحف أجيال أجيالا لما يجوروهم يقولون ذول الذين كانوا أبطال تحرير المناطق الغربية في الموصل والأنبار وصلاح الدين قاتلوا أقصى قوة ظلامية بالتاريخ وانتصروا عليها أمام قوة دولية لم تستطيع أن تزحزحها متر واحد البارحة كانوا أبطال تحتفون بيهم عبد الوهاب السعدي عبد الغني الأسدي نجم الجبوري اليوم نجم الجبوري يطلع بعثي أو تردون تستثونه بس بهموني دولتياش أنتو وليكن نجم الجبوري بعثي عضو قيادة فرقة البارحة يا أخي كان قائد عمليات البارحة كان بطل البارحة هو عبد الوهاب السعدي وعبد الغني الأسدي والقيادات الأخرى والحشد والشرطة الاتحادية والجيش العراق البطل كانوا نايمين على التراب وقاتلوا من أجل وطن وقدموا صور بطولية رائعة في القتال ضد داعش شل اليوم طلع بعثي وليكن طلع بعثي إذا البعثي بهذه النظافة وبهذا الإيمان وبهذا القتال نقدر نحولهم إلى زعماء وإلى قادة بناء ها؟ بعدين لأنه أكو تقاطع سياسي من فلان وفلان إذا ما تصيروا ياي بالكتلة وإذا ما ترشحوا ياي والصير المحافظ بالتي أسويك بعثي أسويك إرهابي أسويك بفجر الجسر أسويك أسويك يعني يا دولة الرئيس يا حكومة يا ناس شنو هذا اللي دا يصير بالبلد البارحة زعيم وقاد وبطل أو صار لسين يشتغلوا ياكم إلما 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 تحمون ليش الفاسدين أنت تحموهم رغم كشف ملفاتهم والله المسؤول الذي يثبت عليه تقصير سواء محافظ نينوى أو محافظ صلاح الدين أو وزير أو قريب من في السماء والأرض نعلى على يد أمه وأبو ليحمي لكن أنا أتحدث عن شواهد لرجال أنتم ونحن والله ورسوله والشعب قد شهد على بطولاتهم بعتوهم بأبخس الأثمان بعتوهم بأبخس الأثمان وقد شوهتم التواريخ فيا لهذا العار ولبئس ما فعلتم إليك التعليق سيد نايف أولا أنت جاوبت سؤالك لأنه قلت بسبب التحالفات تحية لكل الأبطال اللي خلصونا من داعش والرحمة والغفران لكل الشهداء اللي اتسالت دماؤهم على أرض نينوى قاتلوا العراقيين نيابة عن العالم أتعس تنظيم ألا وهو تنظيم داعش الأرهابي ذكرت أبطال ولكن هناك أبطال كثيرين ضحوا من الأجل من الأسماء التي لم أذكرها كلهم أبطال وأنا مشترك في معارك التحرير والله أبطال والله قاتلوا نيابة عن العالم كله أتعس تنظيم داعش الأرهابي الذي يضم جنسيات مختلفة وأنا مسؤول عن كلامي وقاتلوا قتال سواء الجيش العراقي جهاز مكافحة الأرهاب الحجد الشعبي قوات البيش مرقة الشرطة الاتحادية والله يتسابقون لرفع العالم العراقي على كل بناء يحرروها في محافظة نينوى والله في أول وهذه قناتك والجنابك أنت أول معركة أخذناها لتحرير جس نبض مع تنظيم داعش الأرهابي كان تنظيم داعش الأرهابي يراهن على خط الصدماله إحنا نراهن بجهاز مكافحة الأرهاب هي في خط الصد القريب من ناحية برطلة والله استغرقت المعركة سبع ساعات انتفض العراقيين الشرفاء الغيارة لأهلهم سبع ساعات حرروا برطلة بينما أكو جهات دولية وأنا مسؤول عن كلامي قالوا عشر تيام ما تقدرون تحررون برطلة كل العبطال اللي ذكرتهم والعبطال اللي لم نذكرهم فهم محل احترام وتقدير عند كل أهالي نينوى وجنابك شفت اليوم هالي نينوى لن ننسى دماء الشهداء لن ننسى دماء الشهداء والله مو عراقي اللي ننسى دماء الشهداء اللي سالت على عرض نينوى ومو شريف اللي ننسى شجاعة الأبطال اللي السابق اللي تحرير نينوى لكن اليوم هي بسبب صراعات السياسية بدأ ما بدأ عليه الآن وأنا أقول لك وبكل صراحة وبكل صراحة أول من شكل قيادة عمليات نينو ويسمعني الآن إذا متابع القناة والأخ نجم الجبوري شكلناها في مطار بغداد أنا كنت عضو لجنة العمن والدفاع وزرتها قيادة العمليات والله شكلناها بكرفانين وأول استعراض لقيادة عمليات نينو هو لفوج مغاوير قيادة عمليات نينو في معسكر التاجي وأنا قلت سندخل إلى نينو محررين والحمد لله اليوم كل القوات المسلحة العراقية من الحجد الشعبي من الجيش العراقي من الشرطة العراقية من جهاز متافحة للأرهاب من أهالي من أهالي محافظة نينو واللي كان لهم دور كبير في عملية التحرير هم داخل وتحت سيف داعش يزودوننا معلومات دقيقة عن أماكن القيادة والسيطرة لتنظيم داعش الأرهابي ويسمعوني كل الأجهزة الاستخبارية وأماكن الأسلحة بحيث ما يعرفون بعد داعش منين تجيهم الضربات كان دور كبير لأهالي محافظة نينو واليوم الدليل أنه أهالي محافظة نينو ضحوا بالعلاف في الخسفة اللي لحد الآن محد فتح هذه المقبرة اللي بها آلاف الشهداء من خير الشباب نينو أمن المنتسبين للجيش العراقي من مهم ولذلك يا سيد نائف الشمر هم الموسل بأعمار نجم الجبوري طلع باتي كربلة بها أعمار رائع أجوزن سيف الخطابي طلع مشترك مع الشمر في واقعات الطف وأسعد العيداني ما عرف يمكن يطلعهم فجر الجسر إذا تبقى نحن نصرخ بأعلى أصواتنا ما من الناس عمي يقولكم بنات هاي قصة أن تشترون الناجحين في أحزابكم أرجوكم بطلوها هاي القصة أقسم بذات الله أنا قد سمعتها قبل أكثر من سبعة أشهر أن هذا الذي سيحصل حسان أنتظر قصة أنصيف الخطابي وانتظر قصة أسعد العيداني شنو الملفات اللي راح تطلع اليوم راح نبقى نحن دولة بهذا الشكل زياد اشتركوا في القناة